أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكا بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي حفظها الله أهمية المضي قدما في تطوير البرامج والمشاريع التي أقرتها المبادرة والتي من شأنها أن تدعم زيادة المساحات القضرة في مملكة البحرين في ظل ما نتواجه أو ما تواجهه من تحديات وأشهدت سموها بالتوجيهات الملكية بتكليف المجلس الاستشاري للمبادرة بدراسة الوضع الزراعي في المملكة والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الحلول والآليات التي ستساهم بإذن الله في زيادة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي واعتبرت سموها أن التجاوبة الملحوظة من قبل أصحاب المشاريع الزراعية والمزارعين مع جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية وزيادة عدد المشاركات والزوار لمعرض البحرين الدولي للحدائق كل عام والإقبال المتزايد على سوق المزارعين لا يؤكد على ضرورة تكاتف كافة الجهود من أجل جميع الجهات ذات الاختصاص من أجل زيادة المشروعات التي تدعم مشاريع وبرامج المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي ووجهت قرينة عاهل البلاد المفدة كافة الوزارات والمؤسسات المعنية لحل كافة المشكلات التي تواجه المزارع البحريني من خلال تسريع إقامة مشروع دائم لسوق المزارعين في هورة عالي والذي سيساهم في تسويق المنتجات الزراعية الوطنية خاصة في ظل النجاح الذي حظي به سوق المزارعين والذي يقام بشكل موسمي في منطقة لبديع كما وجهت سموها إلى بضع الحلول العاجلة لحل مشكلة الأراضي المؤجرة على المزارع البحريني من قبل الأوقاف السنية والأوقاف الجعفرية وشددت قرينة عاهل البلاد المفدة على ضرورة الاهتمام بالحدائق العامة في المناطق السكنية باعتباره متنفسا للكثير من الأسر البحرينية داعية الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي في دورته الثانية الذي عقد برئاسة سموها بمشاركة موثلين عن شركة ممتلكات البحرين وإدارة الأوقاف السنية وإدارة الأوقاف الجعفرية والإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة البلديات والتخطيط العمراني وقد استمعت سموها إلى شرح عن أبرز ما يواجهه المزارع البحريني من تحديات ومشكلات وعرض مستجدات مشروع هورة تعالي إلى جانب مستجدات الحدائق العامة مثل الحديقة المائية وحديقة المحرق الكبرى وحديقة الأندلس وحديقة السلمانية ترجمة نانسي قنقر